موسيقى الدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام الإيطالي في الترويج للثورة التحريرية والقضية الجزائرية لدى الرأي العام المحلية هو محور الندوة التاريخية التي نظمتها وزارة المجاهدين بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالجزائر حيث أكد المشاركون على الروابط التاريخية المتينة بين البلدين كانت الصحافة العالمية منبرا لممثلي جبهة التحرير الوطني بالخارج في تجنيد وتعبئة الطبقة السياسية والشعبية في مختلف الدول لدعم ونصرة القضية الجزائرية ومن بينها إيطاليا التي ساهم الكثير من أبنائها عامة والإعلاميين خاصة في توثيق أحداث الثورة التحريرية ونشر أبعادها وقيمها الإنسانية عبر العالم العلاقات بين بلدين هي علاقات استراتيجية متينة تميزها صداقة عميقة وصديقة مبنية على الاحترام المتبادل إن الروابط السياسية التاريخية الثقافية لاقتصادية التجارية والإنسانية بين البلدين تعود جذورها إلى الماضي وتصبح كل يوم أكثر قوة ومتانة اللقاء الذي عاد إلى إسهامات صحفيين إيطاليين من أمثال بيرو أنجيلا في إسمع صوت الشعب الجزائري كان فرصة لعرض مجموعة من الفيديوهات الأرشيفية الموثقة لفترة الثورة التحريرية جمعتها مؤسسة الإذاعة والتلفازة العمومية الإيطالية راي بالتعاون مع صفرة إيطاليا بالجزائر سيتم نشرها على منصاتها الرقمية بمناسبة الذكرى الستين لعيد استرجاع السيادة الوطنية هذا العمل الذي عرف جامع ورقمن التلاتين فيلما توتيقيا بعضها بالتعليق الصوتي لبياغو أنجيلا وأعمال أخرى متعلقة بالموضوع كما يتم التحضير لنشر المجموعة على منصة راي بلاي تزامنا مع عيد الاستقلاء مساهمة الإعلام الإيطالي في إيصال صوت الثورة التحريرية واحدة من اللبينات الكثيرة التي لعبت دورا في بناء وترسيخ قيم صداقة التاريخية المتينة بين الجزائر وإيطاليا ترجمة نانسي قنقر